يا السعادة وانحق المنا وانجوز المعاني للأحن والغنى هنعيش ويا السعادة وانحق المنا وانجوز المعاني للغنى مشاهدة كرام في كل مكان أهلا ومرحبا بكم متابعين قناة الفضائية الكويتية وهذا لقاء جديد اجمعنا وياكم في أمسية رائعة مع نجم النجوم الوطن العربي ضيفون الليلة فنان كبير لم يقف ساكنا أمام قطار الزمن المنطلق بأقصى سرعة وانما تمكن من إيقاف هذا القطار عندما حطته هو وقام بتطويع الزمن لحسابه وخدمته فنيا ويمكن القول أنه الفنان الوحيد من جيله والأجيال التالية التي ما زالت له وحوله هالة النجومية سواء كانت هذه النجومية سينمائية أو تلفزيونية ونجوميته دائما تسبق خطواته يقول ناقد الروسي استان سلاغسكي ليس هناك دور كبير ودور صغير ولكن هناك ممثل كبير وممثل صغير ضيفا الليلة ينطبق عليه الجزء الثاني وهو أنه ممثل كبير الزمان منذ أكثر من ثلاثين عاما مضت المكان ستوديو صغير لفنان تشكيلي يحبو في عالم الفن الأدوات ألوان وأوراق وقثارة أما القثارة فهي التي يعزف عليها أعدب الألحان والألحان هي اللوحات الرائعة التي لفتت الانتباع إن شغل عن الإبداع تشكيلي بهواية أخرى وهي تدريس نعم كانت هواية تماما كالفن التشكيلي فهو يهوى تعليم الآخرين ووجد متعة في شعوره بأنه أوصل معلومة إلى تلميذ أو نجح طالب في فصله بعد أن استوعب منه الدرس وتسلل الفن السابع إليه يستدعيه بإلحاح شديد شدة إلى السينما التي جذبته إليها وكأنه نام تنويما مغناطسيا وخطأ إليها بلا مقاومة فأصبحت مع شوقاته الأولى وهوايته وحرفته ولكنه كان يغازل من آن لآخر الورقة والريشة وبين الحين والحين يجد أنامله قد التقطت الريشة وتخط خطوطا وتتشات معينة وتطبع ألوانا انطلقت من أحاسيسه الصادقة مثل ما يقدم شخصية من الشخصيات على شاشة الفضية ضيفنا صاحب 195 فيلم صاحب 25 مسلسل صاحب ثلاث مسرحيات ضيفنا هو الفنان القدير والنجم الكبير كمال الشناوي الله راح فيه بديرة الثنانية الكويت وأقول لحياك الله وتبرد ديرها ديرتك الثانية وحياها الله بعد حلا فيه بلدك الثاني الكويت حياها الله وأتمنى التوفيق أقول له هنو سهلا في بلدك الثاني الكويت وإن شاء الله أن تجد الراحة هنا وأنك انت خبرة وفنان كبير وإن شاء الله نستفيد منك في بلدك الثاني إن شاء الله في الكويت أحب أقول له هنو سهلا فيك في بلدك الثاني الكويت وجمهورك دائماً يعني ينطر آخر أعمالك فبدنا تقول شنو آخر أعمالك الفنية ونرحب فيك نتمنى نشوف الأبتاز كمال الشناوي لأنه هو من قيل العماليقة في الفن في مصر طبعاً وعايزين طبعاً نشوف آخر أعماله إذا كانت أفلام أو مسلسلات أو حاجة زي هكذا هلا فيك الفنان كمال الشناوي ديرتك الثاني لكويت وبالعكس هذه ديرتك وحبا نسألك سؤال ورح فيك نقول لك شنو عندك من عمل هل هي زيارة عادية أو لك عمل فني هنا إذا هي زيارة حياك الله بالعكس إحنا مستنسين وجودك ويانا هنا يا أخوي كمال حياك الله ببلدك الثاني وإحنا منشد المعجبين فيك والساعة المباركة يا كمال الشناوي والله نقول لها يا أخوي يا مسهلة فيك ديرتك الثاني لكويت والأخ كمال الشناوي غني على التعريف وإن شاء الله يكون مرتاح بزيارة لنا بالكويت وشوف لنا هالمجمعات اللي جيدة الفاتحينها وأهلا وسهلا فيه أقول لها أهلا وسهلا فيك بديرتك الثاني لكويت وإن شاء الله يكون وجودك هنا على أساس عمل يديد والله نرحب فيه ونقول لها أهلا فيك في بلدك الثاني لكويت ويا أهلا وسهلا فيك وأنا من المتبعين حق عماله وصراحة نفتخر بوجود الفنانين هذين الفنانين الكبار وبطن العربي والله أقول لها يا أهلا بلدك الثاني لكويت وإن شاء الله يغضي وقت ممتع لكويت إن شاء الله ونتمنى إجازة إذا جاي هو إجازة إجازة ممتعة إن شاء الله أهلا وسهلا كويت أنت فيه لكويت أستاذ كمال نرحب فيك ومثل ما شدت ترحيب ومثل ما أنت أيضا في الفيلم البضاعة والعينة نحن يبقى هذه العينة وطبعا كل الكويتين يرحبون فيك في بلدك الثاني لكويت فإذا تحب ترحب أو ترد على ضيوفك أو الأخوان اللي قدموا لك التحية في بداية والله أنا شخصيا سعيد بالكلمات اللي خرجها من القلب وأنت عارف إن الإنسان لو يتكلم وكان كلامه صادق بيوصل للقلب أنا شخصيا يعني ما عندكش فكرة يعني سعيدتي جدا بكلمتهم الرقيقة العظيمة اللي فيها ترحيب بالنسبالي وأنا زي ما هم بيقولوا بلدك الثاني أنا فعلا الكويت دي بعتزي بيها وسبق قلت إن أنا يعني زيارتي الكويت دايما باستمرار لما باجي باب أسعيد لأني ليه أصدقاء فيها وكفاية إن أنا تلفزيون الكويت دايما لما بيعرف إن أنا موجود بيستضيفني ففرصة إن أنا أبقى معكم أرجو إن شاء الله يكون كل شيء بنا وبعض الوقت في الحديث ومع القمور نوصل لحقا حلوة إن شاء الله وحنا نتمنى تكون أسئلتنا خفيفة عليك وإيضا ما نتقل عليك بالأسئلة وإيضا إذا كانت هناك مداخلات بالنسبة للأخوة من خلال مع عد الأخوان بالإعداد والمخرجين إن شاء الله بعد قليل راح يكون معنا أستاذ كمال في البداية طبعا هو أول أسئلتنا نسئلك عن الفنان التشكيلي أستاذ كمال الشناوي عن لوحة دنيا سينما وما تخيلت قبل دخولك عالم نجومية في السينما هل تطابقت بعدما أصبحت أحد نجوم السينما؟ هو بدون شك دراستي في الفن التشكيلي قبل ما أشتغل في السينما هو اللي فدني وخلاني إن أنا استمرت لغاية دلوقتي ليه لأنك أنت عارف الدراسة التشكيلية دي بتبقى شملة من كل نواحي نعم يعني ممكن يبقى فيها الشخصية اللي أنا برسمها برسم شخصيات بحاول إن أنا يعني أدخل فيها عماق الشخصية إذا كانت سيدة أو رجل أو طفل أو حاجة اللحظة اللي أنا بسجل فيها ببرشتي وبألواني لحظة أداء أو تعبير معين زي التعبير اللي بيبقى خارج مني أنا لما بقى فقدام الكاميرا خطوطي في أثناء التمثيل اختيار ألواني واختيار الحاجة اللي يتمثل في الشخصية برضو دي جزء من اختياراتي فدتني فيها الدراستي التشكيلية الحركة الخطوط اللي هي بتساعد في التعبير برضو ممكن دي خطوط بستعملها أنا في اللوحة أو في الشخصيات اللي أنا برسمها بتبقى فيه تجانس مع بعضها وفيه تركيبة مع بعضها وفيه توازن نعم فكل دي حاجات استفدت بينها في الدراستي التشكيلية جميل جداً هذه مقارنة بين فنين يعني فن السينما والفن التشكيلي ولكن الجو العام هل كانت دربة مفروش بالورود عند دخول لك عالم السينما طبعاً كنت سعيد بأن أنا دخلت السينما لأن أنا في الأول كنت بعش على السينما يعني وانا طالب في دراستي التشكيلية في دراستي كلية الفنون كنت بحيب التمثيل بس جاتي فرص كتيري أن أنا أمثل ولكن كنت دايماً بحاول أن أنا لازم أكمل دراستي الأساسية وبعدها أشتغل في التمثيل جميل سيد كمال أول فيلم بالنسبة للفنان كأول طفل يرزق به أي شخص معين فتكون لها ذكريات خاصة مع هذه البداية تحدثنا عن البداية وعن أول فيلم وأول وقوف في الفيلم الأول أحكي لك حاجة لذيذة قوي وأنا مدرس حبيت أن أزور للستوديو طبعاً ما كانت زيارة للستوديو دي بتبقى صعبة قوي لكن بعدت لإدارة استوديو مصر خطاب على أني أنا مسؤول على النشاط الفني في المدرسة اللي أنا كنت فيها وأن أنا أود أن أنا أعمل زيارة للستوديو كانت استوديو مصر مع بعض الطلبة نعم جميل فردوا علي قالوا لي أوكي موافقين فجمعت مجموعة من الشباب اللي هم الطلبة واخدنا بعضنا طلعنا على للستوديو مصر في استوديو مصر كان في الوقت ده في فيلم بيتصور إخراج كامل التنميساني وتمثيل أعماد حمدي واعي إلى راتب كان اسمه السوق السوداء تفرجت على الاستوديو تفرجت على الدكور وتفرجت على المعمل وتفرجت على كل الحاجات اللي هي بوجودة في الاستوديو طلبت إن أنا أشوف أغض أو غرف الممثلين فالمرافق اللي كان معايا بيقول لي هتشوف إيه غرف يعني حاجة طبيعية قلت له يا سيلي بتزعلش بس نفسي أشوف غرف الممثلين برضو لفكرة إن أنا حابقى في يوم الأيام ممثل ولكن بشكل غير مباشر يعني آه وإن أنا ده بيني وبين نفسي عارف إن أنا حيحصل في يوم الأيام إن أنا حاجة فازة بالستوديو بس عايز كنت إيه أتعرف على الغرفة اللي أنا ممكن أبقى أكون موجود فيها فطلعنا فرجني على الغرف في غرف كده كلها جم بعضها ما فيش بتاعة مترين في متر كل غرفة كده فيها حتة سرير وفيها دولاب وفيها حوض أنا بيني وبينك يعني صعب علي نفسي إن أنا لما حابقى وممثل ويبقى ليه الغرفة دي ده بش غرفة ولكن هي دي غرف الممثلين قلت له طيب الممثلين الكبار زي مثلا يوسف وهبي ولا السيدة أم كلسوم أو أنور وجدي ولا ليلة مراد ما نهمش غرف يعني أحسن قال لي هي في غرفة واحدة ودي بتاعة يوسف بيه وهبي أو بتاعة ليلى مراد أو النجوم الكبار طيب أشوفها قال لي هتشوف إيه قوضة غرفة عادية نعم يا عمي أعمل معروف أشوفها بس بش حكاية فدخلت غرفة كبيرة جدا فيها سرير فيها حمام فيها سالون فيها منظر حل أنا بيني وبينك عجبتني أول غرفة وقفت على الصور بتاع الشباك وكان وقت الغروب بتاع الشمس والأهرامات وطلبت من ربنا إن أنا أشتغل في السينما وفي هذا الستوديو وفي هذه الغرفة تبقى الغرفة دي بتاعتي طالبت من ربنا يا شاء القدر إن أول فيلم عملته في ستوديو مصر كده بحياتك بتقول لي أول فيلم ذكرياتي يعني فيه لكن لما جيت بقى عشان أقعد في الغرفة ما قعدنيش في الغرفة الكبيرة قعدوني في الغرفة الصغيرة اللي أنا ما قادش عجباني لأنني لسه كنت بمثل جديد مين قاعد في الغرفة دي بطلة الفيلم كانت اسمها السيدة إلهام حسين هي كانت ممثلة من ممثلات الكبار وكانت بتطلع دايما مع بلوهاب وكانت هي أخذت دور الأول والغرفة دي بتاعتها فقعدت يومين ثلاثة أشتغل ولسه في الغرفة الصغيرة نعم وتعرفت عليها قلت لها أنا طالب منك طلب ممكن توفقيني عليه ولا تقولي علي يا مجنون قايت لي إيه قلت لها أنا عايز الغرفة بتاعتك قايت لي إيه قلت لها عايز الغرفة بتاعتك لو تعرفي الحكاية حتقولي لي أوكي إيه الحكاية قلت لها كذا 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 صدقت طلبة البنت اللي هي بتحضر لها الملابس بتاعتها شيل الملابس بتاعتي وحطيها في الغرفة بتاعتك كابل الشيناو وأنا خدت الغرفة دي وتحتقت الأملية في الغرفة وحسيت إن ربنا فعلا الحقق لي هذه الأبنين لكن كانت يوم واحد وبعد كده لما استمرت في التمثيل وبقيت فيها نجم كبير بقت الغرفة دي كانت بتاعتي جميل جدا هذه حاجة من الزكرات الحلوة إذن تفعل بالخير تجدوه بعد عرض هذا الفيلم الفنان القدير كما شئناو كان هناك موقف بينك وبين الفنان النور وجدي تحدثنا عن هذا الموقف آه كان فيه زمان تقليد حلوة أوي لما يبقى فيه فيلم بيتعرض لأبطال بيبقى الأبطال موجودين في البلوج أو بنوار والبناوير التانية أو الواج التانية بيبقى فيها نجوم السينما كلهم يعني بيبقى احتفال كبير لأثناء عرض فيلم بيجوا نجوم السينما التانين في اللواج والبلكونات اللي في قلب السينما طبعا هذا في العرض الأول في العرض الأول وحيوا الجمهور وجمهور بيشوف بقى كل فنانين مصر ده نظام كان نظام جميل زمان فأنا قاعد لسه كواجه جديد صغير قاعد في الكرسي الخلفي خالص وبتفرج كده لقيت أول ما إيه ظهرت على الشاشة حصل تسقيف تسقيف جامد 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 لقيت أنور كان جامبي بصيلي كده وقاعد يبص لللي بيثقفه ورجع بالكرسي وراء المهم كان لفت الأنظار اختفيت مثلا ما ظهرتش لكن أحيانا ييجي اسمي يعني يقولوا الدكتور فلان يروحوا بسقفين برضو على اسمي بس فلقيت بصيلي كده قال لي قول لي انت دولة تابعك قلت له ايوة قال لي انت ايه ده في علوم كام قلت له بيشتفى علوم حاج قال له ما الجاي بيثقفولك ازاي قلت له دولة تلامزة بتوعي وعارفين ان أنا لقي يا فيلم وبيطارد وجايين هم يحيوني ويسلموا علي واستقبلون الاستقبال الجميل ده جميل قال لي يا ريتني كنت طلعت مدرس ان هذه خطة جميلة ان واحد يكون مدرس قبل يدخل عالم التمثيل ها الاخر رايحض من مجموعة كبيرة نتشجع طبعا الفنان التشكيلي كماشا ناوي بعيونك هل الافلام التي قدمتها على الشاشة حققت قدرا كبيرا من ناحية الجمالية ام هناك افلام خاصة حققت نسبة عالية من هذا الجمالية في العرض بدون شك طبعا بتبقى فيه نوعية من الافلام بيبقى المخرج عنده تزوق الفني والجمالي عندك مدير التصوير بيبقى عنده حس جمالي من ناحية ان الصورة وازاي بالاضاءة يعبر عن المطبون اللي موجود في قلب الفيلم او في القصة فيه ممثلين بيكونوا على المستوى الجيد في الاداء بتاحهم اللي هو قدر يوصلوا او يضيفوا على العمل الفني ده شيء جديد من عندهم يعني او شيء كويس من عندهم ففيه نوعية من الافلام يعني مثلا فيه كمال الشيخ مخرج متمكن وعظيم جدا وكل افلامه افلام على مستوى في الاداء او في التعبير مخرج حساس بيستعيب بمدير تصوير كويس فيه حسين كمال ده فيلم مثلا للرجل الذي فقر ازله حسين كمال في اول فيلم له كان عملته انا الاسم المستحيل جاب المرحوم مع ابن عزيز فاهمي كمدير تصوير فكان مستوى التصوير والاخراج والتمثيل فوق ناحية الجمالية اللي انت هارتك بتكلم عنها اكثر من فيلم فيه المرأة المجهولة كان فيه برضو مخرج جيد ومنتاز وفي الوقت نفسه افاد يعني فيه مجموعة افلام طبعا مش قادر اذكر لك ايه ولا ايه ولا ايه لكن فيه احيانا بتبقى افلام ماياش بتعبر عن الناحية الجمالية بشكل كبير لكن بتكون عبارة عن صورة الناس بتستمتع بيها وتتفرج على الفيلم كحكاية بسيطة ما فيهاش عمق في الاخراج ولا في التمثيل في النار القدير كمال الشرناوي يمكن هذه الناحية الجمالية نحن نتحدث عنها تكون معروفة لدى مخرج معين لهم ممارسات او خبرة تراكمية في اعمال الفنية ولكن كيف ترى عملية التجربة مع مخرج جديد يعني هو المخرجين الجداد طبعا متخرجين كلهم من معهد السينما ودولا بيبقوا أستزيتهم علموهم يعني ما وبعين هم خارجين اشتغلوا عايزين يثبتوا وجودهم يعني مش عايزين يبقوا امتداد للأدام نعم يعني يهمهم ان هم يبقى لهم شكل مميز في الاخراج وفعلا فيه مخرجين الحداس الجداد غيروا شكل الفيلم بصراحة نعم يعني عملوا سينما جديدة صورة جديدة اختيار حتى موضوعات تعتبر جديدة فدولة بقى الواحد لازم يسيبهم يعبروا عن نفسهم لك ما تعتبرها مغامرة مثلا لا هو طالما انك انت بتقعد مع المخرج وبتتناقش معه وبتفهمه بتقدر تعرف بالظبط اذا كده حيقدر يعمل العمل ويحطك في الاطار الصح يعني انا انا حسيب نفسي له ازاي نعم الا اذا كنت انا متأكد انه هو هيحطني في برواز صح لكن لو بخرج بيني وبينك جايي لسه حيطمرن علي انا ما اقدرش انا بعتذر نعم فنان كمال الشناوي فنان القدير صاحب رصيد كبير في العمل السينمائي مع جيل الرواد طبعا منهم نذكر يوسف واهبي وانور وجدي وايضا سليمان نجيب وعبد الفتاح القصري ومنهم كثير من الاسماء كيف تراهم هؤلاء النجوم على الشاشة وماذا تعلمت منهم وكيف ترى ايضا ما تفتقد سؤالي راح يكون عنه ماذا تفتقد من ايضا الجيل هذا بالنسبة للمتميزين من الفنانيين هو يعني احنا استفدت كتير اوي او كلنا الجميع المجموعة بتاعتنا استفادت بالقدامة قدامة دولة السادزة كنا بنحتربهم جدا وكنا بنتعلم منهم اولا نتعلمنا منهم الاحترام للعمل احترام الموعيد ما تقدرش تقول والله ممثل كده عندنا زي اللي ما بيحصل دلوقتي يبقى الوردر بتاعه معروف ان الساعة كذا ليبقى موجود لكن عمره ما بيجي في معاده ليه لانه مشغول في كذا فيلم اذا انت تتقد بعض الاشياء من جيل الرواد من ايضا نجوم الفن المعاصر اه في حصل تغيير كبير جدا يعني فاحنا اتعلمنا بقولك هما بقى يعني يعني ملتزمين ملتزمين بس العيب اللي فيهم ان هما بيشتغلوا في كذا عمل في وقت واحد اكثر من لوكيشن اه فبيكون غصبا عنه بيطر يجي متأخر بيجي بوشجاز لكن هو اه انا بعتبر ان هي طفرة اه كسرة العمل في الايام دي تلاته الحاجات دي اه ما تقدرش تقول انها يعني موجودة لكن هي تقدر تقول عليها انها يعني مش ظاهرة ما تقدر تقول انها مثلا ظاهرة غير صحية لا هي ظاهرة لكن هتنتهي اه فنان القادر كامل شناوي ما رأيك باعادة عادة الافلام القديمة بنجوم معاصرة ما دي بقت الحكاية اللي هما بيحاولوا هما يعملوها دلوقتي بيجيبوا الافلام القديمة ويعملوها مسلسلات اه برأيك ما هو ما هي الافضل الافضلية اين دي ما رأيك هو شوف طالما الفيلم نجح وبيتعرف في التلفزيون اه وانش شفته وارتبطت به بيبقى هنا المقرنة صعبة زي ما مثل المرأة المجهولة اه اتعمل فيلم اخر باسم اه مش عارف ناسي اسمه مش عارف ايه يا ابني حاجة كده وضع على العمر يا ولدي اه انا قلت ابني يا ولدي قلتها ابني اه مع ذلك احنا من الطبيعين جيدين على فكرة للأفلام اه الخط الاساسي بتاع الفيلم هو واحد لكن فيه احداث اتغيرت ولكن الجمهور هو بيتفرق ما هو بيقدر يقارن واحد يقولك لا ده فلان ده اعمل دور فلان يا طارده احسن ولا ده مش احسن يعني بيحطوا نفسهم دايما في مقارنة هنا المقارنة دي تبقى مش لصالحهم وبدليل ان هذا الفيلم ما نجحش النجاح الكبير زي بسأل الفيلم الاولاني بتاع المرأة المجهولة لكن هي ما تقدرش تقولي يعني يقولك حاجة مضمونة يمكن جايز تنجح لكن هو ده انا مش مش معترب بيه لا في المسلسلات ولا مسلسل ولا افلام قديمة تتحاول الى افلام جديدة مش مقتنع بيها للتطلمة ان الافلام دي الجمهور مرتبط بيها وحافظ حتى الحوار اللي فيها فبيبقى صعب عليه ان هو يشوف الجديد ده مش هيكون على المستوى القديم ابدا نعم اعزائي مشاهدين حوار النجوم ويزداد اشتياقا ولهب الشوق مع معرفة الجديد وايضا ذكريات قديمة مع فناننا القدير كمال الشناوي ابقوا معنا عندما حاس ايه اللي قابك باد حاسيب يشون صدافة وطر اوح باد بتتعملي ايه اللي حاسي مجرد يا انا بالعكس سبت فل مغطيني محتارة منش عارفة اقولك ايه لا تقولي ولا تعيل ازاي كده تبع مشهد في السيمة والنبي خدوا بالكو معايا واخدم بالنا واخدم بالنا يلا يا ستي اوامه لهنا اواما الشركة خلاص بره ايوه بس يا سعاد البيه بره معايا اثنين جنيه اثنين وستين جنيه وخمسين أرش وانا معايا خمسة وربعين جنيه ومية وستين أرش يعني ستة واربعين جنيه وستين أرش لأ لا لا خمسة واربعين جنيه يا سيدي ربنا يا سيدور أما والجبان بصعية ولا جبان ولا حاجة ده شب صغير وعايز عيش حياته راجل أنت لسه بتدفع عنه يا مستعد دي وزا عم إزاي الأولاد إزاي قد فتحي وزينب اسمعي يا أعزائي مشاهدين إحنا معاكم نواصل برامجكم حوار النجوم وطبعا نعلم أن الكثير منكم الآن يعتقد بنا الفرصة قد فاتت أن الكاميرا قد التقت بمجموعة وكان لهم الحظ في أنهم يكونوا معنا في برنامجنا وفي سهرتنا لهذا اليوم ولكن أيضا أرضان للأخوة المشاهدين من يودون المشاركة معنا في هذا اليوم بالاتصال الهاتفي للمشاركة مع النجم القدير كمال الشرناوي في سهرت هذه الليلة مع الهم سواء الضغط على زرة الهاتف بأرقامنا التي بينناها على الشاشة قبل قليل محليا ودوليا أيضا وصلتنا فنان القدير كمال الشرناوي هذه الباقة من الزهور من الشيخ العجل خليفة الصباح الشاعر الغنائي وكاتب لك مجموعة من الكلمات يقول أنت نجم له معنى وعنك أنت وفلامك ما نستغنع يا مرحبابك في الكويت وقلوبنا وعيوننا لك بيت يا كمال الشرناوي يا نجمنا الحالي والأولاني ابنك العجل خليفة الصباح ده أنا أشكره جدا والورد يعني يعبر عن الحب وعن الاحساس الجميل ده ودي جميل وانت أقمال إحنا بنقول دايماً الجمال ده والأحساس الحلو ده لازم يبقى متواجد بيننا كلنا ما في شك الحمد لله فنان القدير كمال الشرناوي جسد حياة الراحل فنان أنور وجدي في فيلم طريق الدموع هل كنت راه فنان المتميز وما يميز هذا الفنان عن غيره أولاً قصة كفاح ولها احترام وتقدير أنا الراجدي كان ممثل صغير وكان ممثل مصرحي أصلاً نعم وتعب جداً على أساس أنه هو يجد طريقه في المصرحية أو المصرحيات اللي كانت بوجودة أو الفرق اللي كانت بوجودة في الوقت ده نعم ده تاريخ حياته ومعروف يعني آآ كانوا مش مقتنعين بيه يعني أنا بيقال أن محمد كريم المخرج اللي أخرج أفلام لعبد الوهاب أفلامه الأولانية حتى كل أفلام عبد الوهاب لما شافه قاله أنت لا تصلح أنك أنت تبقى نجم طبعاً تأزم إحباط وإحباط طبعاً ولكن تبص تلاقي بصل فين أنور وجدي بقى بكفاحه إنه بقى الممثل الأول المخرج أنا بيعتبره في هذه الفترة كان المخرج الأول المنتج الأول الموزع الأول قدر يجمع عبقرة السينما زي ليلى مراد ويوسف واهبي ومحمد عبد الوهاب وسليمان نجيب في فيلم غزل البنات وهو اللي أخرجه يعني قص الكفاح عظيمة نعم تحس فيه أنه فعلاً بيعشق حاجة اسمها سينما وما هوش يعني كان بيضايع وقته لمجرد أنه هو يعني فرحان بأنه ممثل لا كان بيقدر يعمل نوعية من الأفلام لغاية دلوقتي عيشة لما تشوف غزل البنات حضرتك نعم تشوف أفلامه لما عملها مع البنت الصغيرة فيروز نعم بيكتشف وجود جديدة لما بيعرف أنه فيه ممثل معروف زي أنا مثلاً جابني أنا وشادية في فيلم أخرجه اسمه ليلة الحنة وهذا الفيلم نجح نجح جبير جداً يعني مش مثلاً بيغير من ممثل يعني أنا كنت أول ما ظهرت في السينما كنت بعتبر نفسي أو جمهور بيعتبر أو المنتجين أو هو نفسه إن أنا منافس له ما هو مع ذلك شاف هي إن أنا جمهور بيحبني جابني في فيلم من أفلامه وأنتجه وأخرجه كمان يعني شيء عظيم لما يبقى فنان من البداية وهو صغير ويكبر كده يعني ده يدل على لها يريد إحنا عندنا ناس يكونوا بالشكل زي أنا وراجد نعم سيد كمال بالنسبة لأفلام السيرة الذاتية للنجوم هل تتجسد بكل الحقائق أم للسينما لزوميات بالنسبة لسيناريو والإخراج ما أنا لما جيت أنتجت فيلم أنا اسمه طريق الدموع ده كان إنتاجي أنا هو من عشقي في أدور وجدي حبيت أن أنا أعمل القصة بتاعته دي وأنا ألعب دوره في الحياة اللي لسه الممثل لغير حتى أن أكبر وابقة 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 زي ما حكيت لحضرتك في أحداث كتير جداً إحنا نعرفها عن أنور وراجده في علاقته في بزوجته السيدة ليلى براد بنتدوالها وعرفينها وكله لكن أنا لما جيت أعمل الفيلم ما قدرتش أعمل الجانب ده يعني ما قدرتش لأن كده أخفيته يعني أظهرته أخفيته بالحقائق يعني أه أظهرته 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 بس مش بالشكل اللي لازم كان يبقى موجود ولو كنا أنا ظهرته بالشكل اللي كان هو المفروض موجود كان يبقى إئساءة كبيرة جداً لأنور في الوقت ده فامتقدرش أنت لما تجي أنت تعمل فيلم عنه إلا بقى إذا كانت شخصيات تانية تاريخية أو لها يعني تاريخ معروف أو حاجة زي بيضطر الواحد بقى يقول الحقائق يعني إذن لا تكون راضي عن العمل إذن على فترة طويلة من سنة 73 لغاية 77 يمكن ما عملتش أكتر من ثلاث تفلام قدمتش أيضاً اعترافاتي ومسلسل اعترافاتي أيضاً لا اعترافاتي ده أخيراً عمله من حوالي سنتين فاللي عايز أقول لحضرتك أن أنا لما عملت التلفزيون ده أعملت المسلسل لا ما عندكش فكرة الشعبية اللي خدتها زي كإني مثلاً أول ما ظهرت في السينما جمهور بقى يكلم بشكل غريب عن المسلسل يبقى أن التلفزيون لا جمهور والسينما أيضاً لا جمهور لا وبعين جمهور كتير عريض يعني السينما محدودة لكن إنك أنت مثلاً بتعمل مسلسل مصر كلها بتتفرج عليه العالم العربي كله بتتفرج عليه وبعين أنا فيه كمان بقول لها تكلية فلسفة في حتة دي بقول إيه أنا جعلت من الشاشة الصغيرة شاشة كبيرة بمعنى زي ما بقول لحضرتك أعمالي لما بتتعرف في التلفزيون مش غرور هي الحقيقة أنا مش بغرور لكن بقول دي الحقيقة لما بيبقى لي عمل في التلفزيون الناس بتروح تتفرج عليه بتقعد تتفرج عليه أمسك أنت هندو والدكتور نعمان نعم لغاية دلوقتي الناس بتسألني عليه امسك المرشيري عنطر امسك زينب والعرش امسك كل المسلسلات اللي عملتها مفيش مسلسل بقع جمل جدا وبعدين عايز أقول حاجة تانية إن السينما دلوقتي بقت عملية صعبة عشان الناس تروح السينما بقت المواصلات والسينماات ما هياش هي والجمهور اللي بيتفرج من زي جمهور زمان اللي يحترم الشاشة ويحترم الهدوء فالناس ما بقتش تروح السينما ما هو ده برضو من ضمن الحاجات الأسباب اللي تخلط الناس ما بتروحش السينما فأنا برد الزيارة بروح للناس في بيوتهم زي ما هم كانوا بيروحوا لي في السينما اهه أنا برد الزيارة هم أقولي كتير قوي من الحقي إن أنا أروح أزولهم جميل جدا بس خلاص الأخ المخرج مجهز لنا من مسلسل اعترافاتي رح شاهد بعض اللقاطات ونعود من جديد هاو يتفرق على يدها لأن أنا ما شفتوش حقيقي هم ما هي؟ إذا كان علي أنا أنا مقدرش عيش من غيره تم جدا وأحساس بتمثيل لكن المسلسل عنوان اعترافاته ونحن نود أن نتعرف على بعض الاعترافات أو نلتمس بعض الاعترافات منك إذا قبل لنأخذ هذا المقطع من المسلسل إن هناك أعجاب شديد من قبل الفنان كماشي ناوي بأنور وجدي هل هذا من جعلك أن ترحب بفكرة تقديم مع طفل في مسلسل وهو هند ودكتور نعمان؟ كما قدم أيضا أنور راجدي عشان البنت الصغيرة يعني؟ البنت الصغيرة دي عشان هي اللي لعبت دور هند وانور راجدي اللي اكتشف فيروز أنا لما جالي السيناريو ده كان في الفترة دي كنت نفسي أعمل فيلم كوميدي أو مسلسل كوميدي مش عايز الأدوار بقى الجدية القوية دي اللي هي زي اعترافاتي دي ومشاكل فلما جالي المسلسل ده قريت وعجبني جدا 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 وقلت سبحان الله إن أنا طلبت إن أنا أعمل وبرضو بقولك إن ربنا وراي في كل حاجة معايا فاعجبني المسلسل فبقول لهم أنا البنت أهم مني لازم تكون بنت على مستوى عالي بحيث إن أنا أقدر أمثل معها وبأعرف أخذ ودي أعلمها وربيها وأحركها معايا فقالولي هنجيب جابولي فوق العشر بنات كل يوم يقولولي تعالى تفرج مش عارف ايه ألاقي البنات الصغيرين دولت بنت تحط صباحة بقى خجولة متعرفش تتكلم التانية مش عارف ايه تلتة مكسوفة قال لا 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 قلت لهم يا أعفوني مش حاطر قالولي البنت اللي كويسة قلت لهم لا 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 ولا كويسة ولا حاجة مش حاطر مش حاطر وخلاص بس صعب علي الرواية صعب تعايا الدور ده أنا مفاهق مش أنا اللي حبقى في الرواية ده البنت وأنا لما كتش البنت كويسة أنا مش عبقى كويسة فأخيرا بعد فترة كده من الوقت يمكن فات حوالي شهر وأنا خلاص الحكاية دي نستها قالولي تعالى يا سيدي لقينالك حت البنت أنت نفسك هتشوفها وتعرف إذا كانت هي تنفع ولا تنفعش أرعت الشركة فأشوفت البنت الصغيرة ديت قالها شكلها كده في شقاوة لسه ما تكلمتش معها نعم وبتبصلي من تحت لتحت كده وقاعدة ايه بتحرك عليها كده بشكلة الله قلت الله 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 بنت دي يجي منها ده أنا تلت علي أنت بتمثلي بكادش مسلت قبل كده قالت لي لأ قالت لي عارف أنا مين أنا بصتلي كده قالت ليه أنت مش عارف نفسك قالت لي قالت لي دخلت لي قافية مش عارف نفسك مش عارف أنت مين اللمضة جبت لها كلام عشان تقوله وأنا معايا الكلام ففضلت مسكة الكلام كده هوت وقلت لها يلا تقي قالت لي أنت اللي هتبدأ أنت اللي تكلم الأول لقيت فعلا الكلام اللي مفروض أنا اللي أكلم يعني شوف هي لحظة إن هي إن أنا اللي أكلم البداية عندك البداية عندي فاتكلمت رحت هي حتى الورقة الورقة وافتكرت بقى أن هي مش عايزة يتمثل لقيتها قالت الحوار كأنها حفظات قلت لي خلص خدت البيت بحضني وبستوي قلت له انضوا معا وأنا بستعيد ضبني ولولا البنت دي ما كانش منسلسل حيتعامل أنا شخصيا ما كنتش هبسل فيه وأنا من أنجح المسلسلات اللي عملتها سيد كمال هل سبقوا أن مثلت بالإكراه أو تحت تهديد السلاح اللي إيه حبيبي هل سبقوا أنك مثلت بتهديد السلاح أو بالإكراه سلاح. اه دي حكاية ده ده جبتها من دي. ده 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 فكرتني بحاجة تهديد سلاح. اه فعلا. كان زمان زمان قوي قوي في بدايتي ما كنت بشتغل تلات اربع افلام في وقت واحد. فكان وقت كله ينحصر من الصبح بالساعة عشرة لغاية اتناشر بالليل ما روحش الا الا بعد الساعة اتناشر بالليل. عمل. عمل اربع افلام وده كان غلطة. غلطة لكن هو بري وبيدك كلنا عملناها. اللي هو الانتشار فترة الانتشار دي. يعني مثل المرحلة اللي انت انتقدتها قبل قليل اللي بعض فنانين المعاصرين او النجوم المعاصرين. اه. ايو بها كلنا كده. يعني انا كنت انا بنتقد دلوقتي دولت ولا كنت بعملها الحقيقة زمان. بس انا بقى كنت زمان بغضب برنامج. نعم. يعني انا مثلا في الاستوديو اعمل مثلا من الساعة عشرة بغاية الساعة واحدة في قلب الساديو. وبعد كده مدة تانية. جميل. واحترم المعاد. فاليوم ده اللي انا روحت فيه بدل الساعة عشرة على اساس اشتغل. المخر كان بيشتغل بعض اجزاء من الرواية. وانا بقول له باستعجله يلا المعاد قرب قرب. وهو بقى ايه? خلاص. الساعة واحدة اللي ربع بيقول لي تعالى اشتغل. مش ممكن. ربع ساعة هيعمل فيها ايه? وعبال ما يزبط النور. وعبال ما نعمل بروبا. تبقى الساعة واحدة وعبال ما مسل تبقى الساعة اثنين. المشاك كبير. فحبيت ان انا يعني انسحب خلاص. معاده قدته له هو ما استفدش بيه. فخرجت. قابلني بقى منتج الفيلم. كان هو راجل من الجماعة البدو اللي في يعني اللي هما تجار الخيل والجمال في المنطقة الهرم. الراجل بقى يعني من الجماعة بتقول يمسكوا سلاحهم مش عارف ايه بتاع. وده منتج بقى منتج. فبيقول لي يا ابو كمال انت ماشي وسايمنا. قلت له انا جيت الساعة عشرة والوقت ساعة واحدة وشوية. وماشتغلتش في حمشة. قال لأ لازم تخش اشتغل. قلت له انا رايح الستوديو تاني وانت عارف ان انا معادي معاك من عشرة لوحدة. المخرج مستغلش الوقت ده. فانا اسف. قال لي على جو سيتي. ورحمة طلع مسدس. الله. يقول لي تخش يمثل ومسك له مسدس. جديدة اوي ايه ما يخليه. ممثل بالسلاح لازم يوسل. فطلع ما قلت له راجل حط المسدس ازاك بجيبك عيب عيب. قال لي لازم تدخلت بس. يا عم اختشي. ايه شيل المسدس ازاك. يمكن تطلع طلقت بقى مصيبة. قال لي بقول لك حكاية زارت اوي. قلت له خلاص اقتبني انا اهو يلا. ايه اللي قلتني. فين ما هيوقف. هتروح في الستيب ده يا انت. وريني بقى شطرتك. يلا اقتل. الراجل وقف كده شوية صغيرة. ولقيته بعيط. يعني صعب عليه الموقف اللي هو بيعمله ده. نعم. فاخدني في حضنه كده وخدته في حضنه. طب طبنا على بعده. فسح بجوعه وبتاع. والي زي الحكاية دي ما انت عندك فكرة عنها يعني. هو الجبور دلوقتي هو اللي ايه اول مرة بيسمحها. جميل جدا. اه سابقة شوية ناوي حصل بينك وبين موعد برنامجنا فارس عندي اللي عنزي موقف. اه هذا الموقف يمكن يبين ويدل على انه هناك اه اه نوع من الشعور بالصداقة الحميمة يعني. ايه. فتكلمنا عن الموقف اللي صار بينك وبين موعدنا فارس عنزي. الموقف بينه وبين مين? قبل قبل شوية يمكن قبل اتدخل الستيديو كان في موقف بينك وبين اه اه اش طلبت من موعدنا فارس عنزي بالقاهرة. اه 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 اه. يعني الحتة الانسانية اه. اه اه. يعني انا انا بينه وبينك لما جم المعد عشان يكلم معايا. اه بالنسبة للبرنامج ده. برنامج ده كويت اه. انا كان لي صديق اعرفه من سنة اربعة وستين لما جيت هنا الكويت. اه. وكان هو مع اه صديق اخر الاستاذ عبدالله اكبر. اه. وهم اللي هم بدأوا يجيبوا الافلام المصرية اه في الكويت تتعرض هنا. نعم. اه. وكان المكتب بتاعي اخوي فيه عبدالقادر اه صديقهم. وكانت الافلام المصرية ما تخرجش تيجي الكويت الا عن طريق مكتب اه اخوي عبدالقادر. نعم. فمنهم الاخ المرحوم حسن السراج. كان بيعود في مصر كتير فترة طويلة. فاعرف السيدة حرمه. واعرف اولاده. ويامك انه بنعود مع بعضه ونخرج مع بعضه ونسهر مع بعضه وكله. فانا لما جيت المرة اللي فاتت كانت المدة خصيرة. حاولت ان انا اعرف اخباره فين اخبار اولاده. ما امكنيش. فالاخ المعد بقى قلت له. قلت له اعمل معروف شفلي اولاد حسن السراج. لاني دولة بعتبرهم زي اولادي. ونفسي ان انا اشوفهم اعرف ظروفهم ايه عملوا ايه وبتاع. فاول ما زلت بالطيارة سألته. جبتلي قال لي يا سيدي جبتلك الارقام البيت والموبايل والمصنع ومش عارف الاستراحة. ايه. قلت له ثم كويس. كلمتهم انا في التريفون. ما عندكش فكرة السعادة اللي هم فيها. وان شاء الله يمكن اقابلهم بكرة واعود معهم. استاذ كراش الناوي طبعا مثلما تعرفنا في بداية لقاءنا وسهرتنا لهذا اليوم وعن طريق اسئلتنا انك انتجت ومثلت سينمائيا. هل اخرجت؟ اه اخرجت بس اخرجت شيء انا ما كنتش يعني افضل ان انا اه تكون دي بدايتي في فيلم انا اه ما كنتش محضره. هو كان فيلم انتاجي وفي الوقت نفسه كان المخرج الله يرحمه الاستاذ ابراهيم عمارة وده مخرج من من المخرجين الكبار اللي كان بيقدر يعمل المواضيع التاريخية. نعم. يعني هو كان يخرج النوع ده وكنت جايبينه عشان هو يخرج هذا العمل. فمرت مد كور مبني. والمخرجين اللي موجودين كانوا مشغولين. فلقيت نفسي امام امر واقع اخرجت هذا الفيلم. كان اسمه تلبنة السلطان. هو من ناحية التكوين ومن ناحية الاخراق. الله يرحمه صلاح ابو سيف شاف الفيلم مع بعض المخرجين قال لي والله اذا كنت دي بدايتك بالشكل ده هتبقى مخرج. لكن هي بحقيقة بيدي وبيلك هو الفيلم الوحيد اللي اخرجته وبعد كده بردتش اخرج. اذا من مبدأ ابن الوز عوام. اللي نعرف انك ابن مخرج سينماي. اه. محمد كمال الشناوي. اي مدى تتحمس معه اخراجيا وتشجع الى اي مدى. ومتى تجد الوقت المناسب في انك انت ممكن تكون ممثل وهو مخرج. فهو كان عنده موضوع كان بيحضره على اساس ان انا موجود في هذا الفيلم. فطبعا ما عنديش مانع ان انا يعني. وهو مخرج على فكرة كويس اوي. هو طلع اول دفعته في معهد السينما. وستدزته كله بيشكره في. وهو يعني لما حيخرج انا اعتقد انه هو حيبقى زي البخرجين الحداث اللي قلت لحاطك عليه وانه عمله سينما جديدة. هو حيامن سينما جديدة. عندك استعداد خطة تجربة معه؟ طبعا. نزب. عشان عشان مخرج موازل عشان ابنك اعني. لا والله يعني عشان هو يعني 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 حيبقى متفائل لده انا موجود معه بلا شك لكن انا يمكن ايه عايز اقول لحياتك حاجة انا مش الدور الرئيسي انا دوري اصغر دور في الرواية قبلك يكفي بركاتك راح تكون في المسلسلة اه يمكن جايز اه قلت ابقى معه بس عموما استعدنا القدير ايضا نترك الفرصة مرة اخرى للاخوة من يودون انشاركم معانا في سهراتنا لهذا اليوم ونخرج الى الشارع الكويتي عن طريق المايكروويب ونشوف من يحب ان يكون معانا الان على الهوام باشرة من استوديو خمسين مئة وحوار النجوم الو الو يا هلا ايه السلام عليكم عليكم السلام الحقيقة احنا بنشكر السيد سلمان والتلفزيون الكويتي اللي تحللنا فرصة الكلام مع الفنان الكبير كمال الشناوي احنا سعداء فيكم وشاركتك ولكن بالاول يليت نتعرف على اسمك وتفضل معك وليد شرعان مصري بس موجود بعمل في الكويت ايه كلا تفضل اه الحقيقة احنا كنا بنحب نسأل سيد كمال الشناوي سؤال صغير يعني تحت عمرك اه هل السينما المصرية الحين اه تعتبر خرجت من الازمة اللي كانت بتمر بيها ولا في مرحلة خروجها ولا لسه احنا بنعايش نفس الازمة اللي احنا بقالنا فيها فترة طويلة دلوقتي والله هي السينما بيني وبينك الدولة واخطاء من اه رجال السينما اللي هما المفروض المنتجين والمخرجين اه سبنا المشاكل تزيد 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 لغاية لما توقفت على الشكل اللي حراتك بتتكلم عنه لكن في حلول وجدت فترة من الفترات زمان يمكن برضو توقفت السينما ما كانتش زي بهي خطها العريض والدجاح المستمر توقفت ولكن رجعت تاني الى قوتها ومجدها ولا تزال السينما المصرية بخير ان شاء الله وحترجع تاني بشكل كبير وبنتعلم احنا من الاخطاء وان شاء الله تتحل هذه البشاكل والله يا الف شكر الفنان العظيم كمال الشناوي والحقيقة معايا المدام بس عايزة تسأل حضرتك سؤال تقوي تحت امرك مساء الخير استاذ كمال مساء نور يا فترة زي ساعد حضرتك الحمد لله السلامة مرسي الله يسلم الله يخليكم انا كنت عايزة بس اسأل حضرتك هل هنشوفك ان شاء الله في رمضان اللي جاي في مسلسلات او اي اعمال على الفضائية المصرية او اي فضائية اقولك حاجة ايوة انا شخصيا لو عندي شغل في يعني ممكن يقولولي ينزل في رمضان مرحبش اه لان رمضان بيعرضوا حاجات كتيرة ولا بعض ولا بعض ولا بعض ولا بعض بتقدرش تتفرجي على حاجة وتنسي انا افضل ان انا انزل في وقت تاني غير رمضان اه والتأكيد لكلام اللي انا بقوله ده ايوة كان عندي فيلم اللي كان هو المسلسل اللي انا قلت عليه لبتاع هندو الدكتور نعمال ايوة كنت انا مرحب جدا ننزل في رمضان فكانت الظروف مش قادريني ينزلوه في رمضان اهه فكانت السيدة سامية صادق اللي هي كانت مديرت التليفزيون ايوة وفعلا لما نزل بقى كان الجمهور بيقعد في البيت يتفرج على المسلسل وما ينزلش وكانت الشارع بتبقى فاضية كأنه زي رمضان بالزبط فيعني مش شرط انه لازم يبقى في رمضان اللي اشوف ربما احنا نشكر الاخوان اللي شاركوا معانا وايضا مزيد من المشاركات نتمنى ان تكون معانا وايضا في اتصال هاتفي نشوف اذا كان من داخل او خارج زورة الكويت الو الو سلام عليكم السلام لو سمحت ممكن اكلم استاذ كمال اشتناول بس في البداية اللي تنتعرف على اسمي علي حسين فضلا هلا بيك يا ست يا هلا فيك يا استاذ كمال استاذ كمال عندي سؤال متفرع طبعا تحت امرك الله يخليك بغيت اعرف اذا انت عندك يعني تقدر تمثل دور مشترك بين حضرتك وبين ممثل الكواتيين اتمنى ان شاء الله ياريت والسؤال الثاني انا بعرف هويتك الشخصية اولا اولا انا مرة حسين حسين عبر رضا قبل حسين عبر رضا حسين عبر رضا كان في مصر من حوالي سنتين وقال لي انا نفسي اعمل فيلم انا وانت مع بعض فانا بقولي الكلام دوت عشان هو يعيك وانسامعوا وقال لي فكرة الموضوع وانا شخصيا عجبتني اول فكرة وقلت له ممكن اعرضها انا على سيناريست يعمل لها سيناريو قال لي اوكي اتصلت انا بسيناريست كويس وحكيت له الخط الدرامي اللي هو الموجود في قلب القصة وبدأ يفكر فيها وبعدين عمك حسين ما ظهر شيء ولا اتكلم ولا قال ليه دا حاجة والحكاية من فترة سنتين وخلاص لكن دا لا يمنع ان جايز ييجي في يوم الايام فيلم من الافلام دي او عمل مسلسل حتى ايه يكون فيه اخوانا من الكويت يعني دا يسعدني وشرفني اوي وحب اقول بالمناسبة حاجة انا بتتبع يعني مسلسلات كتير جدا في القناة بتاعتكم هي قناة الكويت مستوى التبسيل علي جدا عن زمان وفي ممثلين على مستوى ممتاز مش عايز اقول مين ولا مين ولا مين لك الحقيقي من ناحية السيدات ومن ناحية الانسات ومن ناحية الشباب والكبار انا بستمتع يعني انا كممثل بتفرج بحس ان فيه قدرات فنية حلوة اوي في التمثيل دلوقتي موجودة وحتى في الكوميديا بقيت احب الكوميديا اوي رغم ان انا طبعا اللهجة بتبقى صعبة عليها ولكن ببقى عارف الحدوت ازاي والحكاية ايه والممثلين ده مو خفيف يعني الحقيقة فيه نهضة فنية في التمثيل وفي الاخراج وفي اعمال ممثلين الكويت ده بالمناسبة عشان جبنا بس سيرة الفيلم المشترك اللي انا كنت اعمله انا وحسين ايه هويتي ده السؤال اللي حالتك سألتي اصولا ايه من هو الهوية الشخصية هويتي يعني البطاعة بتاعتي بطاعة الشخصية يعني اسمي محمد كمال الشناوي او كمال الشناوي الكفاية علي كده انا اقول ايه تبتتعرف عن عدد الاولاد اه هويتي اه انا الاولاد اتنين جبنا سيرة محمد اللي هو قلنا عليه اللي هو مخرج مخرج سينماي سينماي وده حيبدأ ان شاء الله في يعمل فيلم جديد وفي علاء الشناوي ده مهندس معماري اه من مهندسين الكويسين والحمد لله ادي اوما الاثنين اللي انا عندي بس ما عنديش غيره ما عنديش بنات للأسم تربوين في حياتك ان شاء الله استاذ كمال افلام كمال الشناوي القديمة مقارنتها بالحديث منها الذي قدمه ولاعب فيه دور الشرير وايضا البلطاقي وبعد ان كان شاب الوسيم في السينما المصرية يعني المقارنة بين الفترتين هو اللي حصل ان انا بدايتي كانت دايما ادوار الانسان الطيب المثالي المحب عملت عديد من الافلام دي كتير قوي قوي طبعا في اول ظهوري كانت هذه الادوار محبوبة قوي وهي سبب شهرتي ونجاحي يعني الجبور كان يحبني دايما اطلع الانسان الطيب الخير تمردت انا على هذا الدور لان انا عملت تعديد من الافلام في شخصية المحب اللي حب البنت وفي الاخر يتجوزها نهاية السعيدة بدأت افكر في شخصيات تانية شخصيات احس اطلع طاقة بيني اعمل حاجة تختلف عن الجبور اللي هو دايما بتعود عليها او شافها فبدأت افكر ليه ملعبش الشخصيات جديدة علي فجت فرصة ان انا غيرت خالص في فيلم كان ممكن كلكم فاكرينه عباس ابو الدهب اللي هو المرأة المجهولة دور شرير قاسي الغريب بقى ان بقصوا على شادية ان انا بدخلها السجن يعني بخلاف الادوار اللي كنت بعملها مع الشادية كنت بعمل الادوار طيبة وخيرة وقصة حب بنا وبعض وبعدين بتنتهي ده يا سعيدة وجواز والزفة والحاجات دي الى واحد واحد شرير بدخلها السجن وبيعذبها دور جديد انا عارف ان هذا الدور يمكن جاهز ترك اثر سيء عند بعض المعجبين بي او المعجبات ليه لانه مش ده اللي هم يحبو فيه لكن انا من كتر ما عملت هذه الادوار بدأ الجمهور بقى وبدأ يعجب حتى بادائي بقى اللي هو يعتبر مهنتي انا مقدرش ابقى ده الطفل الصغير لما بيجبر بيكون في مرحلة اعدادي اعدادي ولا حضانة واعدادي وابتدائي وبعدين سنوي وبعدين كلية التطور ده الزمني ده لازم انا اقدم اكتر من شخصيات بتباينة بتباينة كلها مثل يعني ما هيش واحدة من هنا عملت العجوز وعملت البلطاجي وعملت الشرير وعملت الحرامي وعملت ادوار كتيرة وعجباني عجباني هذه الادوار بحبها والناس بيحبوها من الوقت سيد كمال تغيير في موضوعات الافلام السينمائية المعاصرة من موضوعات مختلفة مثل التهريب والمخدرات والعنف وغيرها بدلا من الافلام الرومانسية الجميلة التي بدأت فيها السينما المصرية هل تعتقد ان سوف تعود الافلام القديمة والكتابات القديمة الرومانسية الجميلة وهل هناك بارقة امل في عودتها ان شاء الله اعتقد اعتقد لان حقيقة الناس محتاجة لهذه الافلام ما عرفش مين قال ولا يمكن جايز هو الحقيقة بيني وبينك الجمهور دلوقتي بيطلبها زمان يمكن الجمهور ما كانش يعني محتاجها كانت في افلام اللي هي افلام الجريمة والعنف والاخر وكان هو اتعود عليها افلام الكاراتي والافلام اللي فيها عنف وحاجات زي دي يمكن جايز كمان اللي خلى الجمهور زوقه تغير نوعية الافلام اللي كانوا بيجيبوها من تايوان وبيجيبوها من فار ايست ومن بانكوك ومش عارف الحاجات دي نعم افلام كلها الكاراتي والعنف والحاجات دي الجمهور حباها عشاها وفعلا بقتنجح جدا فابطرت المنتجين تعمل نوعية من هذه الافلام نعم الجريمة المطاردات البطل اللي يضرب ومش عارف ايه حتى لدرجة انه جابوا عندنا شخصيات رياضية عندها اجسام وعضلات طلعوهم ابطال في السينما وعملوهم اضواء نعم فمن هنا الجمهور حب هذه النوعية مروات فجاء الفيلم بقى الرومانسي ما كانش له مكان يتحط دلوقتي بعد ما الناس شبعت من هذه النوعية وزي ما تقول خلاص مش عايزة تشوفها المجال دلوقتي في الفترة دي في الفترة دي ممكن جدا ترجع الرومانسية والافلام الرومانسية يمكن في اخرى اللي تدور عن العنف ويمكن الكاراتي وغير يمكن تاز فيها الشحات مبروك هذا المثل او بطل كاراتي او بطل كمان الاسام على ما اعتقد فيمكن لون معين يمكن لكن باعتقادك هل هذه الافلام اوجدت فنانين مؤينين لمثل هذه المادة او مثل هذه الافلام ولماذا اجتذب العنف في السينما النجوم عالم المسرح وهذا جزئية مهمة نجد الآن فنان عدل امام اتجه ايضا لتقديم مثل هذه الافلام وابتعد عن جمهورة بعد ما كان يقدم لهم الافلام الكوميدية التي دايما تصنع الابتسام على محيئهم هو عمل نوعيات يعني عمل ارهابي عمل شخصيات تانية زي النوم في العسل كانت جديدة عمل اكثر من فيلم عمل ادبار ممتازة يعني بدون شك واثبت فيها انه يقدر يلعب شخصية غير الشخصية الكوميدية وده طبيعة الفنان زي ما قلت لحضرتك انا مثلا لما جيت كنت بالعب الادوار الخفيفة المرحة دي ما حست ان انا عملتها خلاص كفاية هبيت اخش في افلام زي ما انت شفت الشرير او البلطاجي او 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 الاخرى انا بسعد بيها والجمهور في الوقت نفسه بيحس ان الممثل ده مش بس صورة سبتة في دور واحد دى بياها عاد العمل بس هو بعد عن الكوميديا حقيقي بعد عادها ويمكن جايز الكوموديان كلهم بعد عن مبقاش في كوميديا في مصر في وقت من الاوقات قلهم اتجه الله ترجيديا والادوار fizer يعني مثلا عبد منعم مدبولة ما كوميديان راح عمل دور اللي هو كان فيه بيغني للحصان ويا زمن ومش عارف ايه وبيضموعه هو عايز يعمل حاجة غير الناس اللي متعودة عليه والفراغ بتاع الكوميديا قل ما بقاش موجود يعني افلام الكوميديا ما بقاش موجودة زي زمان لكن دلوقتي عادل في الفيلم الجديد اللي بقول لحيوتك عليه ده اللي هو الوضنة حروس بتاع الوزير ده فيلم كوميدي 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 نمرة واحد يعني جميل طيب السادة كمال افلام المرح الاستعراضي تحظى باهتمام كبير في العالم الخارجي لكن السينما المصرية رغم امكانياتها من المؤلفين وملاحلين وكتاب يمكن تأخذ منحة اخر وتبتعد قليلا طبعا ناهيك عن التكلفة المادية لان مردود هذه الافلام يغطي التكلفة لماذا تبتعد الدول العربية والسينما المصرية عن هذه الافلام زمان كان في شوف اعدلك الفيلم الكوميدي فيلم الاستعراضي فيلم الغنائي فيلم البوليسي فيلم التراجدي نوعيات افلام كلاسيكية كنا بنقدمها قصص يعني من كتاب كبار افلام موقعية كان فيه المتفرج بيروح يتفرج على مش نوع واحد من الافلام كان كذا نوع وبيقدر يستمتع بكل نوع كل لون له شكل تاني يعني مواش شكل مكرر ما عرفش انقردت الافلام الاستعراضية والافلام الغنائية يمكن ما بقتش موجودة زي زمان يعني كان فيه فريد لطش كان فيه احمد فيه سبوئي عبد الحليب حافظ فيه محمد فوزي الوقت ما عندناش افلام اغنائية رغم ان فيه مطربين ومؤلفين ومؤلفين كذلك ما بقاش عندنا افلام استعراضية مع علمي عندنا فرق استعراضية كبيرة جدا ونقدر نستعين بها ما عرفش ايه اللي حصل يعني انقرد هزيه النوعيات يمكن لسبب ان ما فيش قصص اللي هي ممكن يعني نفكروا يعملوها يعني مثلا فرقة رضا عملت كذا فيلم استعراضي الورواج دي افلامه هو بتاعة ليلة مراد كان غنائي واستعراضي احنا عندنا نوع واحد بنفضل فيه لغاية لما ايه يشبع الجمهور منه يفكر له في نوع تاني يعني زي ما تقولي الاكل بيتقدم كده ايه على مراحل نعم تيجي انت تقعد على الصفرة يجيبوا لك الصلاة الاول يجيبوا لك معرفش الشربة يجيبوا لك معرفش تاني ايه طبق التالت فاحنا عاملين نفس النظام ده بنقدم مثلا حاجات الدراما العنيفة ونخلص منها نروح جايبين حاجات فيلم كده كوميدي ينزل الجمهور يتبسط فتبسط لأي كل المنتجين بتاعمل افلام كوميدي ولا لحيصر السنة قاية يعني احنا لاحظنا استاذ كمال ان بداية عصر سينما الشباب هل تعتقد بانه بدأ او سوف يبدأ خاصة ان بعض الافلام التي لقت نجاح كبير وارادة اكبر يمكن لم تحقق الافلام الناجحة والجماهرية ولها جماهرية اكبر في السابق حققت هذه الافلام بسرعة على سبيل المثال يمكن فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية واسماعيلية رايح جاية هل تعتقد ان هذه الافلام راح تبدأ مع بداية سينما الشباب ما هو زي ما قلت لحضرتك حيحصل كده يعني حيحصل ان السنين السنة اللي جاية دي كلها هتتعمل افلام كوميدي والوقت كل المنتجين بيدوروا على انهم يعملوا فيلم لكوميدي لمحمد هينيدي حمد هينيدي موصل كويس جدا وقريب من الجمهور والناس حبته والناس كانت محتاجة لرواية يضحكوا فيها يتبسطوا مش الغم اللي احنا كنا بنعمله زمان والضرب والعنف والجريمة والمطاردات والحاجات دي خلاص شبعوا منها زي ما قلت لحضرتك في الاول الجمهور خلاص نعم زي فالفيلم الكوميدي ده ولد دابه خفيف وشوية اولاد لطاف جدا معه شباب كلهم لهم اسباق كبيرة ولا اسباق لبعة ولكن عملوا فيلم قرب طيب الناس حستوا اعم وعجبت بيه اه.. وذي ما بتقول حضرتك حقق ملايين م衝 وده يؤكد ان فعلا الناس محتاجة للجديد ما قدرش أبدا نعود الجمهور على أنه يعود يتفرق على فيلم زي فيلم أفلام كلها تبقى متشابهة ده مش حال نعم طيب هل أصبح النجاح والشهرة والشهرة الجماهرية الكبيرة سهلة أم صعبة في عصرنا هذا في هذا العصر هل هي الصعبة أم سهلة الشهرة والانتشار الشهرة للنجوم نعم والله بالعكس تعرف ده يمكن جايز في نجوم لها شهرة من التليفزيون مش بس من السينما وزي بقولت الحياتك أن مثلا ملايين بتتفرج على مسلسلات فبتقدر تحكم على الممثل ده والممثلة دي ويحبوها ويحبوهم ويحبو البنت ويحبو الولد من قلال شغلهم فدولها بيكتسبوا شهرة يعني الشهرة موجودة يعني طالما أن ممثل جمهور حبه وحس به خلاص طلع على سلمها بقى محبوب بقى مشهور طيب في السابق كانت يعني بنفس السرعة دلوقتي يمكن بس هي في حاجة هي في شهرة وفي نجومية يعني فيه مشهور ده مشهور لكن فيه نجوم هو دل مطلوبة يعني احنا كان عندنا نجوم زمان مش خبير حياتك نعم إذن احنا نجملي معانا في هذه السهرة مطلوب جدا خاصة من الشارع الكويتي فيه ممكن تسالات كثيرة ويحبون يشاركم معانا في سهرتنا السهرة نتحلهم الفرصة إذا تسبح هاوي هاوي تحب تابرك ده شو من معانا على الطرف الآخر على هون باشرة الآن ألو تفضلي ألو يا هلا يا هلا فيك أهلا وسهلا يا هلا من معانا والله معاك نجيم محمد أحمد عدواني هيا تشلت فضلي بها الله يحييك هل تعتقد يوجد أزمة نصف الأعمال المطروحة لعدم موجود نصوص جديدة غير مطروحة سابقا هو لدعاك تقليل من أعمالك أنا أشكري جدا يا ستي واحدة لسه كنا نتكلم في النقطة دي أن فعلا النصوص بقت قليلة جدا وبقت مكررة وعشان كده الواحد ما مش قادر يلاقي حاجة جديدة أنا والله والله في فترة من أربع شهور جاء لي أربع مسلسلات أريت فيهم عشان أكتشف أني فيه حاجة جديدة تخليلي أن أنا أمثل وانزل من بيتي أروح للستوديو وأحفظ وبثل وأظهر للجمهور لقيت الكلام اللي موجود على الورق مش عجبني ومش جديد ورق قديم فمتوقف رأيت لما ربنا يرزق بورق كويس أقدر أكون فيه معكو معدل إذا كان فيه أيضا مشاركة أخرى نشوف منهم معنا أيضا إذن نعود مرة أخرى إلى سئلتنا وبصراحتك المعهودة والمعروفة عنك أستاذ كمال هل باعتقادك أن زمن الشاب الوسيم الذي سوف يأخذ فرصة الكاملة في النجاح في عالم السينما قد انتهب أو لا؟ لا يمكن ينتهي أبدا يعني أحنا عندين نقول الشاب الوسيم ده والبنت الوسيمة دولة مفروض يعني لازم يبقى نلغيهم الله يعني اللي بيحصل إنك لما بتتفرج على فيلم لازم تشوف فيه وجه مريح قدامك يعني لو أنت مثلا البطلة لازم تكون شكلها جميل ومريح وتعيش في أحلام إذا كنت لسه شاب ما تجوزتش تتمنى إنك إنت مثلا تعمل علاقة ما بينك وما بين البطلة دي من خلال الفيلم وتتمنى إنك إنت تبقى فيهم الأيام تحب أو تتجوز واحدة شبيهة بيها كذلك بالنسبة للشاب في السينما أي بنته هي بتتفرج هي معجبة بيه آه معجبة في تمثيله آه معجبة من وسمته معجبة من قوامه معجبة من طريقة أسلوبه في جملة حاجات كلها بيبقى فيه جمال يعني ما تحرمش الناس من إنها لازم تتفرج على الوجوه القبيحة عشان دي دولة قبيحة آه يعني مش مش قبيحة يعني وجوه عادية طبيعية طبيعية فيها يمكن أداء ممتاز وده كويس حتى تعشق هذا الممثل في أداءه لكن ما يبقاش هو فتى أحلامها فتى الأحلام ده له مواصفات معينة نعم حقيقي يعني هي كده وفتاة الأحلام برضو لها مواصفات معينة نعم سيد كمال لو إن الفنان أحمد زكي بدأ في بداياتكم الفنية وفي الفترة التي بدأتم فيها هل تعتقد بأن سوف تتاح له الفرصة وسوف يلاقي النجاح كبير؟ أحمد زكي أولا صادق مع نفسه بمعنى أنه لما بيقفوا قدام الكاميرا بيكون غير أحمد زكي اللي بيمثل اسمه أحمد زكي لا بيمثل الشخصية يعني ما تشوفوا مثلا في فيلم البيل بواب 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 طيب أستاذ كمال هذه يمكن قدرة فنية يعني على التقمص الشخصية ولكن في فترة يعني فترة الفترة زمنكم فترة الرواد يعني كان لشرط أساسي أن يكون الفنان وسيم هل تتاح له الفرصة يعني بقدر بعته تتاح لا هو هو وتيحت له كمال الشناوي وعمر الشريف وغيره لا الوسامة دي مطلوبة طب ما هو وانت أحمد زكي ما هو مطلوب برضو شكله فيه وسامة هو لازم الوسامة يعني مزاخيره صغلنانة وخضرة وبتاع لا أه وسامة في الشكل يعني على بعضه كده يعني مطبوص لأحمد زكي يعنيها حلوة مش خبالك قوامه مظبوط فيه وسامة ما هو الشرط الوسامة يعني زي ناس فهمها أنه لازم يبقى قدين ملونة وشعر أصفر ومش عارف إيه وبتاع لا لا أبدا وسامة برضو في الشكل ما فيه مؤسرين كتير عندنا بيلعبوا أدوار يمكن جايز بتحبوا فيها يعني فيه قصص حب وممكن جداً أحمد زكي ده يعشق زي ما عمل أكثر من فيلم عاشق ومحبوب ومحبوب أهو الآخر الوسامة بمفهومها إذا كان يعني بنقول الوسامة يعني الجمال للمطلق ده مش موجود بس فيه حاجات تميز هذه الشخصية طبعاً إحنا اعتزازنا وتقدير للفنان أحمد زكي يعني فنان قدير ومتميز جداً في أعماله كما ذكرت يعني وهذه شهادة يعني من الأستاذ كمال الشناوي الفنان القدير بأن الفنان أحمد زكي قدير ما يتقمص شخصية معينة فور جيدها بشكل مميز جداً تعرف أحمد زكي ده بقى أحمد زكي ده يقول لي إيه بقى يقول لي نجمي المفضل يعني ما يابيني ويسلم عليا ويحضرني يقول لي نجمي المفضل تعلمت منك إزاي أبقى صادق أمام الكاميرا ولازلت لغاية دلوقتي أنت في نظري نجمي المفضل ده أحمد زكي رأيه فيه كده إذن النجم المفضل والنجم أحمد زكي في هذه اللقطات التي راح نقدمها الآن نشوف الحاق هو و أنا إذن فنان القدير كمال الشناوي نحن الآن على الهوى بشرة وأيضا الأخوان المصرين على أن يكونون معانا على الهوى بالنسبة للأخوان اللي على الهوى بشرة بالنقل الخارجي إذن نشوف منه معانا أيضا يود أن يشارك معانا ألو ألو يا هلا حياة شالله مساء الخير يا مساء الورد يا سنور ممكن أكلم الفنان كمال الشناوي تسروح نتعرف لا اسمك في البداية إذن اسم أحتي اللي بس إلهام العلي حياة شالله يا إلهام تفضل أي أهلا بيك يا ستي أهلا بيك يا حجم جاهد أهلا بيك يا حجم جاهد أهلا بيك أنا كنت أقول لها اللي كان اسمه هيدا بيت الأزميرلي الآخر وما أدريد كانت الأخت معانا على الطرف الآخر أو لا خطت أطع يبدو لي ذلك هل تعتقد أستاذ كمال أنها كانت موجة بالنسبة لإدويتو في فترة تقديم الأفلام السينماية في ذلك الوقت؟ هو فعلا زي ما أنت قلت كانت موضة اللي لقوا أن الجمهور بيحب الاتنين دولت مع بعض خلاص عشان كده درس لقيني مثلا عملت بقولك 27 فيلم من ال 195 فيلم مع شدي رغم أن فيه بطلات كتير جدا يمكن اشتغلت مع بطلات تانيين ما عملتش عدد أفلام زي ما عملت مع شدي جميل جدا وده السنائي ده أو المتطلب يعني نعم كان متطلب في الوقت استاذ القدير كمال الشناوي هناك جزء قصير من فيلم رح نقدم لك ولكن نبي تعليقك على هذا المقطع اللي رح نقدم لك ممكن؟ مقطع إيه؟ من أحد الأفلام اللي قدمتها هذا أشوف سبتمال نود تعليقك على هذا البشهد السنمائي والله يشوف أنا شخصيا بلعب دور مخالف تماما للأدوار اللي أنا لعبتها قبل كده فلاح سازج بيعمل في الحقل وفي الأرض بإيده ما عندوش دس بتخدمه بياخد المحصول ينزل يبيعه في قلب المحلات شخصية جديدة أنا ما عندكش فكرة سعير بيها دي إيه مو من من ويعني ده يؤكد إن أنا زي ما بقول لحياتك إنك إزاي تغير وإزاي إنك إنت تبدل من شخصيات مختلفة عشان الجمهور ما يبقاش يتعود أو ييجي في يوم الأيام يقول لك لأ كفاية بقى اللي أنت بتعمله ده إحنا مش عايزيني أنا الحمد لله عندي قدرات وأتمنى إننا ربنا يعني ديني العمر والصحة إن أنا أعمل أدوار جديدة وأفضل طول الوقت ده موجود في الساحة الفنية إن شاء الله عموما إحنا مجهزين لك مفاجأة ولا نجد أفضل من أن نختم دقائنا وإياك طبعا لأن الوقت استدركنا إلا من خلال هذا الاتصال الهاتفي بسيدة ياسمين فيصل حسن السراج بنت صديقك الخاص اللي كنت بحث عنه هي معانا على الطرف الآخر الآن من الهاتف ألو ألو يا هلع مساء خير يا أهلا بيك يا حبيبتي ممكن أكلم من الأستاذ كمال شناوي أنا كمال يا ماما مين أنا ياسمين إزايك يا ياسمين إزايكو كلكو الحمد لله طب عال أنا اسمحت عندي سؤال نعم يا حبيبتي أنا حب كل أدوارك بس الله يخليك أحب أدوارك إلى نفسك والله أدوار كتير جدا يعني من أدوار عملتها بعتبرها إنها جميلة وإنتوا شفتوها كل فيلم بيبقى فيه حاجة بتعجبني بحب إن أنا يعني يكون من الأدوار اللي أنا بحبها يعني مقدرش أقول إنه دور معين أو رواية معينة لكن هي الأدوار كلها زي الفيلم اللي كان معمول ده قبل كده اللي هو الفلاح أنا بحبه لأنه جديد فالمهم أنت فيصل إزايه ألو خطة أطع ما لدي كانت معنا على الطرف الآخر ما ليش خطة أطع معنا الآن معاكي أي معاك تفضلي ياسمين فيصل إزايه أبو الحمد لله فين هو بحشي إذن هو موجود راح يكلمك الآن على الطرف الآخر ألو فيصل سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته إزايك يا سيس كمال إزايك إنت إيه المفاجأة الحلوة ليك شرفتنا في الكويت ونورت الكويت ده أنا كان طبعا أمنيتي إن أنا أشوفك إنت وأخواتك الله يخليك إن شاء الله بكرة سوباء بوجودك عندنا في الكويت الله يخليك حبيب وإن شاء الله إحنا بكرة حنكون كلنا سعوداء برؤياك إن شاء الله إن شاء الله ونتمنى لك صحة طيبة ودايما كده شكرا حبيبا شكرا حبيبا شكرا شكرا سلام ورحمة الله وبركاته سيد كمال يبدو أن الوقت استدركنا اللحظات جميلة حاولنا نسرق الوقت ولكن الوقت هو اللي سرقنا ساعتين مع الذكريات الجميلة معك إذا تحب تقول كلمة أخيرة في نهاية لقاءنا أنا طبعا أشكركم بحسد استقبالكم لي من ساعة منزلت من المطار لغاية لما رحت الفندق لغاية لما جيت هنا وزورت عندك وزارة الإعلام وقابلت الشخصيات المسؤولة في وزارة الإعلام وشخصيات أخرى طبعا لا يمكن أنساها وأنا في كل مرة لما باجي الكويت بتبقى ليها ذكريات باش معايا باخدها حبا واهتمام وأخلاق عالية وده اللي بيدفعني إن أنا باستمرار أحب آجي أشوفكم ومتع بيكم وأهلا بكم نحن نقول لك مرة أخرى أهلم بك في بلدك الثاني لكويت وسعدنا بلقاء كويت مننا إن شاء الله لك طول العمر ومزيد من التقدم في أعمالك اللي رح تطرحها إن شاء الله سلمانيا أو تلفزيونيا ونقول لك كل الشكر على قبولك دعوتنا لأن تكون ضيف في سهرة حوار النجوم شكراعلا 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 أشكراعلا اشتركوا في القناة